يا ترى ايه حكاية مشروع قناة السويس التالتة في مصر يا ترى ايه اللي بيحصل في العالم اليومين دول وايه حكاية قناة السويس التالتة وازاي هتبقى مركز تجاري لوجيستي عالمي في ظل حرب الممرات التجارية اللي شغلت دلوقتي نبتدي الحكاية من الاول خالص فاكرين قمة العشرين الاخيرة اللي تعملت في الهند بين عشرين يوم كده واللي شارك فيها دول زي الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وجنوب افريقيا والسعودية والصين وغيرها كتير من الدول علشان ينقشوا القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية في الوقت ده محمد بن سلمان ولي العهد السعودي فاجئ العالم باعلانه عن مشروع ممر التجارة الدولي الجديد واللي المفروض بيتم على مرحلتين من الهند للخليج ومن الخليج لأوروبا ومن هنا بقى بدأت الاقاول تكتر ان المشروع ده هيبهد للدنيا لان هيأثر الممر التجارة الدولي الجديد ده على قناة السويس لان ممر بايدن تجهل المرور في الاراضي المصرية وهيمر في فلسطين من البحر المتوسط مرورا لأوروبا لكن كل خبراء النقل والتجارة في العالم قالوا ان قناة السويس خارج منافسة اي مشروع لانها البطل في منظومة النقل البحر العالمي وطبعا ما حدش يقدر يستغنى عنها وبالعكس ان كل التوقعات بتقول ان حصة القناة من التجارة الدولية هتزيد بس خلي بالك ان قناة السويس بتعتبر من اهم مخطوط التجارة الدولية الجديدة وقدر الرئيس السيسي يخليها مركز تجاري بير وده من خلال شبكة الطرق والمواني واللجستات والسكك الحديد اللي عملها ومحط التحية مصر والمواني المحورية وبقى عندنا مشروع متكامل خل مصر قبلة السفن العابرة والتجارة العابرة للقراط المفاجأة بقى ان حددت وزارة النقل والاتصالات في تقريب لها الاليات المستخدمة لتنفيذ خطة الدولة في مشروع قناة السويس التالتة عشرين وربع وعشرين لتحويل مصر لمركز تجاري ولوجستي عالمي مهم وبتكون خطة الدولة انها عايزة تربط المواني البحرية والجفة وكمان المناطق اللوجستية بشبكة مواصلات عالمية المستوى زي مشروع القطار الكهرباء السريع واللي بتنفذه مصر بالتعاون مع شركة سيمينز الألمانية واللي هيكون زي قناة سويس جديدة على القطبان بالمناسبة ده الواصل لاستخدم وزير النقل بسبب أهمية المشروع واللي هدفه انه يربط البحرين الأحمر والمتوسط عند العين السخنة والعالمين وكمان بيهدف تنفيذ المشروع عوائد سياحية كبيرة ومن المكرر انه يربط مدينة الغرداء بشواطئها المتميزة بمدينتين الأقصر وأسوام بمناطقها الأسارية الشهيرة خلي بالك كل المراكز التجارية العالمية اللي مصر شغال على تنفذها بتكلف حوالي 2 تريليون جنيه يعني 2000 مليون وبتتنوع ما بين مشروع الطرق وكباري وسيجاك حديد ومواني ولوجستات ولو انت تخضط من الرقم فاللي انت هتصرفه النهار ده عشرة بكرة هتكسبه من ألف ده غير ان الممرات دي هتسبت رجل مصر بكوة في عالم الممرات البحرية ده غير ان تقارير منظمات التجارة الدولية شهدت لمصر وقدرتها على بناء شبقة عملاقة للنقل والتجارة وقالت ان الجهود الضخمة اللي بتبزلها الدولة المصرية شملت تحديث البنية التحتية في المواني لاستقبال السفن الأكبر حجما هتساهم في تحويل مصر إلى نقطة جذب الأكبر لخطوط العالمية على مستوى المنطقة في التجارة العالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة